مرحباً بالجميع معكم عفة ويلسن أنقلكم ترجمة للعرض التقديمي عن لسان السيدتين أليا واشنطن سميث وكورتني ويليكس شكراً لإنضمامكم إلينا اليوم حيث نناقش دعم وتشجيع الكراءة في المنزل نحن نعلم أن الوقت مزدح مننا جميعاً ونقدر لكم تخصيص وقتاً لهذه الجلسة قسم الكراءة والكتابة بما دير اسمتروناشفر العامة وقيادة المديرين أليا واشنطن سميث وكورتني ويليكس قد تقرسوا لدعم الطلاب من مرحلة رياض الأطفال إلى التخرج من المرترسة السانوية وبالمثل نحن ملتزمون بنفس القدر لدعم العائلات وأولياء الأمور والأوصياء الذين يرغبوا في تعلم طرق جديدة لتوجيه أطفالهم من المنزل نأمل أن يقدم لك هذا العرض التقديمي بعض النصائح المفيدة لدعم تنمية المعرفة والكتابة لطفلك أو ابنك في سن المراهقة لماذا من المهم دعم وتشجيع القراءة في المنزل؟ القراءة هامة جداً في المنزل وفي المدرسة وهناك اعتقاد على النطاق واسع أن القراءة الأكاديمية والقراءة من أجل المتعة يعملين معاً لمساعدة الطلاب على النجاح في المدرسة ويمكن للوالدين عمل فرق كبير في حياة أطفالهم من خلال دعم وتشجيع القراءة في المنزل إنه ليس وقتاً مبكراً أو متأخراً أن نناقش أو نركز على القراءة في المنزل لديك بعض فوائد القراءة في المنزل تعلم أشياء جديدة معنا نعلم أن الطلاب يذهبون إلى المدرسة وتعلمون الكثير من الأشياء الجديدة لكنهم أيضاً يتعلمون كثيراً في المنزل أثناء وجودهم معك لذلك فهي طريقة رائعة للتعلم معاً والتحدث عن الأشياء التي يقرؤوها أو يلاحظونها أو يشاهدونها على التلفزيون اطلاق العنان لفهم المجتمع المحلي والوطني والعالمي لذا مرة أخرى أنها وقت مزدحم وهناك الكثير من الأحداث لذا فإن القراءة معاً والتحدث عن الأشياء في المنزل هي طريقة لمساعدة طلابنا على فهم المزيد عن المجتمع وعن العالم وعن عائلتك تبدر الأفكار والمعلومات والمشاعر بالطبع نحن نشارك الكثير من الأفكار والمعلومات وأيضاً نساعد طلابنا على التعامل مع شعورهم حيال ما يقرؤونه أو يرونه أو يسمعونه تحديد وتطوير الأفكار المهمة في فصل فنون اللغة الإنجليزية القراءة والتحدث عن الأشياء تساعد الطلاب على تطوير هذه الأفكار التي تدعم تعلمهم بعد ذلك في المدرسة التركيز على القراءة الدقيقة للنص لاكتساب القراءة بفهم أقعمق والقراءة الدقيقة تعني النظر مباشرة إلى ما هو موجود في النص ومساعدة الطلاب على فهم الكلمات والأفكار في ذلك النص إعادة النظر إلى النص لدعم ادعاء أو شيء ما يشعرون به أو يفكرون في فكره أو إجابة لسؤال لذلك إذا خرج طالب رأي أو قال شيئاً ما فمن الرائع ارجعه مرة أخرى إلى النص وسؤاله أين قرأت ذلك؟ أين ترى هذا؟ ما الذي يجعلك تعتقد هذا؟ اجعله نص لدعم أفكارهم وبعد ذلك إذا كانوا يقرؤون الرواية وينقشونها ويشاركون أفكاراً معروفة أو أفكاراً جديدة حول نص ما فهذه كلها أشياء رائعة للعمل معا لدعم الكراءة في المنزل والتي ستساعد كما أقول مرة أخرى في دعم كراءة الطلاب في المدرسة لماذا قد تكون الكراءة صعبة لأطفالنا؟ إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في الكراءة فبصفتك أحد الوالدين قد تتساءل عن السبب أو ما يمكنك فعله للمساعدة وهناك العديد من الأسباب عن مواجهة الأطفال للتحديات في الكراءة من بين هذه الأسباب ما يلي قد يواجه بعض الأطفال تحديات في فهم أصوات الحروف خاصة بالنسبة للطلاب الأصغر سنا الذين يتعلمون عن الحروف والكلمات الموجودة بالصفحة ونطق الكلمات فقط لذا المشكلة ليست أنهم غير قادرون على كراءتها فقط ولكن معرفة صوتها أيضا ثم فهم واستيعاب ما يقرؤون وهذا يحدث للطلاب في أي عمر إذا قرأنا شيئا لمجرد أننا قادرون على قراءة الكلمات الموجودة على الصفحة هذا لا يعني بالضرورة أننا نفهم ما نقرأه قد يعاني بعض الطلاب من إعاقات ومجرد قراءة قوبا وبالتالي فهي عقبة أخرى يجب التغلب عليها وسيحتاجون لتزويدهم ببعض الاستراتيجيات المحددة للغاية التي ستساعدهم على فهم ما يقرؤون بشكل أفضل وربما يحتاج بعض الطلاب إلى مزيد من الخبرة في الكراءة والكتابة فقط ليكون لديهم مشاعر إيجابية لذا إذا لم تكن لديهم هذه التجارب الإيجابية من قبل فقط يحتاجون فقط للتعرض لشيء جديد أو مختلف ثم ربط الإيجابية بهذا النشاط قد يقرأ بعض الطلاب بلغة ليست لغتهم الأولى وبالطبع سيكون ذلك صعبا للغاية لكن ندرك أن الكراءة بأي لغة تدعم أيضا الكراءة باللغة الإنجليزية لذلك مساعدة الطلاب على فهم أنه حتى إذا كنت تقرأ بلغة مختلفة هذا سيساعدك في اللغة الإنجليزية كيف يبدو النجاح في فنون اللغة الإنجليزية والتعلم الاجتماعي الانفعلي نحن مثلك تماما نريد لطفلك أن ينجح في المدرسة وخاصة في فصل فنون اللغة الإنجليزية ومع الدعم المناسب من معلم طفلك بالشراكة معك من المنزل يجب أن ترى طفلك يحقق النجاح في العديد من المجالات المختلفة لفنون اللغة فعلى سبيل المثال حل المشكلات بناء المجتمع إدارة الكثير من المعلومات المختلفة العمل في مجموعات والذي بالتأكيد يكون أصعب في المنزل إذا كان طلابك يتعلم عن بعد أو افتراضي فقط ولكن ساعده في فهم كيفية العمل مع أشخاص مختلفين أو أقران مختلفين في فصولهم واستكشاف الآراء وأفكار جديدة بناء مهارات التواصل ومساعدة الطلاب على أن يكونوا قادرين على التعبير بالكلمات عن ما يحتاجون إليه أو ما يشعرون به وفهم اللغة والرد عليها شفويا وكتابيا وإذا نظرت إلى هذا الرسم على اليمين ستلاحظ أنه في النطاق الخارجي سترى أن هناك المنازل والمجتمعات إنك أنت العامل الرئيسي لأنه بغض النظر عن الصف الدراسي الذي يدرسه طالبك فأنت العامل السابت في حياتهم ومن ثم المدارس ثم تأتي الفصول الدراسية بعد ذلك لذا بينما أثناء وجود طفلك في المدرسة وأثناء وجوده في المدرسة ستتاح له أو لها العديد من الفرص لممارسة أي من هذه الأشياء وتقوياتها أيضا لأن الصحة الاجتماعية والإنفعالية لطفلك هي محور تركيز الإدارة التعليمية فإن المدرسين على جميع المستويات سوف يخططوا لتقديم فرص لطلابك للنموء اجتماعيا وإنفعاليا وأكاديميا كيف أتحدث مع طفلي عن المواضيع الصعبة فيما يقرؤون؟ واحدة من أصعب وظائف تربية الأطفال هي التحدث إلى طفلك حول مواضيع صعبة في الحياة والمدرسة لا تختلف عنك في هذا في بعض الأحيان قد يكون من الصعب على الأطفال فهم خبراتهم في الكراءة وقد يبحثون عن إجابات منك لا بأس أن لا تكون لديك جميع الإجابات لأن جميع كذلك عندما يواجه طفلك مواضيع صعبة في كراءته ضع في اعتبارك بعض الاستراتيجيات المفيدة ضع في اعتبارك أولا عمر طفلك وتطوره ونموه كدليل لبدء المحادثة ما هي المحادثة المناسبة لسن طفلك الذي يبلغ من العمر 6 سنوات وهل هي مناسبة لعمره طبعا سوف تكون مختلفة عن طفلك الذي يبلغ من العمر 16 عاما لذلك يبارك العمر ونمو الطفل شجع الحوار والمحادثات المفتوحة يمكنك أحيانا أن تقول لطالبك أنا هنا من أجلك وأنا هنا للاستماع وهذه خطوة كبيرة جدا للحوار معا عندما لا تعرف شيئا قم بالإكرار بهذا قد تكون هذه فرصة لكم لاستكشاف والبحث عن الإجابات معا أو مجرد مساعدة طالبك على معرفة ماذا يفعل إذا واجهه شيئا لا يعرفه فعندما تكرر أنك لا تعرف الإجابة على شيئا ما هذا سيساعد طفلك على تنمية بعض الأساليب الشخصية التي ستكون فعالة لهم ضع في اعتبارك حساسيات الطفل وطبعه وتجاربه الحياتية وأي اسمات فردية أخرى تعرفها لطفلك فأنت تعرفه أكثر من أي شخص آخر لذا فكر فيما سيكون مناسبا لطفلك خلال هذه المناقشات وما هي احتياجاته وهذه أيضا فرصة رائعة للمشاركة القيم الهامة لديك ولد عائلتك لذلك في هذه المناقشات ساعد الطلاب والأطفال على فهم الأمثلة الملموسة والأشياء الصحيحة التي يقرؤونها بالفعل وعن ما يرونه أو ما يسمعونه وكيف يربط ذلك بالقيم الأسرية وتذكر أن أي محاولة تقوم بها لمساعدة طفلك على فهم الموضوعات الصعبة هو أمر جيد في بعض الأحيان يعد وجود مكان مفتوح وآمن لطفلك لترحل أسئلة حول ما يقرأه في المنزل خطوة أولية رائعة لمساعدته ماذا يمكنني أيضا عمله لمساعدة طفلي قراءة الأطفال شيء يسير الحماس عندما يكون طفلك مهتما بالقراءة فقد يجد موضوعات أو مؤلفين يرغب في معرفة المزيد عنهم حتى لو لم يظهر طفلك أنه مغرم بالقراءة فهناك بعض النصائح المفيدة التي قد تجربها في المنزل لمساعدته في رحلة القراءة لذا على سبيل المثال اجعل القراءة نشاطا منتظما في منزلك يمكن أن يكون أي شيء بدءا من قائمة البقالة إلى الإعلان القتب المصورة المجلات الروايات القصص أي شيء وقوم بقراءة تلك الأشياء معنى لذا اجعلها نشاطا منتظما يحدث في العديد من المواقف استبدل التلفزيون أو أي تقنية أخرى بالقراءة أو حتى مجرد المناقشة والتحدث لذا قد ربما تستبعد بعض ألعاب الفيديو ومشاهدة التلفزيون للجلوس والتحدث عن كتاب أو مجرد إجراء مناقش حول شيء رأيتموه أو سمعتموه معا في ذلك اليوم التعبير عن الأفكار حول العالم من حولك تساعد الطلاب على النطق وتطوير تلك المفردات الشفاهية خاصة بالنسبة للطلاب الأصغر سنا فالتحدث هو المكان الأول الذي يبدأ فيه الطلاب في سماع المفاهيم وتعلمها وبالتالي كلما نتحدث معهم ونساعدهم على التعبير عن أفكارهم بقدر ما نستطيع فسوف يصبح ذلك مفيدا أكثر في بناء خلفياتهم المعرفية للعديد من الأشياء التي سوف يصادفونها أثناء التحصيل الدراسي المشاركة في المناقشات وترحي الأسئلة التي تتطلب أكثر من الإجابة بكلمتي نعم أو لا لذلك عندما يعود الطالب إلى المنزل أو يأتي من فصله في المدرسة وتسأله عما تعلمه يجيب بالقول أنني لا أعرف أو لم أتعلم شيئا كن في هذا الوقت بطرح أسئلة للمتابعة ما الذي قرأته؟ ما الذي تحدثت عنه؟ ما الذي شعرت به؟ وإذا أصار موضوعا ما يمكنك حتى أن تقول هل يمكنك إخبار بالمزيد عن ذلك؟ أو أين رأيت ذلك؟ أين سمعت ذلك؟ هل يمكنك أن تريني؟ كل هذه الأشياء وكل هذه الأسئلة تساعد الطلاب على تطوير القراءة والمفردات الأكاديمية إجادة الكراءة والكتابة أو التحدث بأكثر من لغة والكراءة بأكثر من لغة تعتبر واحدة من نقاط القوة لذلك لا يهم اللغة التي تتحدث بها لأن ذلك سيساعد الطلاب في النهاية إذا قرأ أو تحدث بأي لغة تتحدث بها في المنزل وهذا سيساعد طلابك أيضا في المدرسة كن إيجابيا لذلك حتى لو لم يكن لدى الطلاب دائما أفضل الخبرات فهذه فرصة للبقاء إيجابيا وتقديم المزيد من الخبرات لهم تذكر أن الأطفال يتقبلون القراءة بطلق مختلفة وفي أوقات مختلفة نأمل مع هذه الاستراتيجيات والعديد من الفرص للبحث عن ما يحبون أن يقرأوا عنه فستاوى ستجد أن طفلك سوف ينمو أكثر ويصبح أكثر تحمسا للكراءة بنفسه ما هي بعض المصادر الأخرى التي يمكنك استخدامها الخط الساخن للواجب المنزلي يعد مصدرا رائعا فإذا كان طالبك يتعثر في المنزل مع بعض ما يتعلمه ولا يمكنك العصور على الإجابات بنفسك هذا الموقع سوف يساعدك هذه أيضا مواقع أخرى بما في ذلك PPS Learning Ready Rosie Storyline and Get Ready and Storyline and Get Epic كل هذه المواقع وحتى الأفلام الوسائقية Documentaries هناك أيضا مصادر أخرى مرتبطة بالأكاديميين يمكنك الوصول إليها أنت وطفلك مكتبة نشفل العامة في حين أن مكتبة نشفل العامة ليست مفتوحة تماما إلا أنها تسمح للطلاب باستعارة الكتب عن بعض افتراضيا وهم أيضا في شراكة مع أمين مكتبة مدرستك لذلك عندما يبدأ الطلاب في العودة إلى المدرسة يجب أن يكونوا قادرين على البدء في استعارة الكتب وإعادتها مرة أخرى بالقطع يعد Common Sense مصدرا رائعا لمساعدتك في معرفة بعض الموضوعات التي يقرؤونها في الكتب وكيفية إجراء بعض المحادثات المعقدة مع طلابك لذا تحقق من ما إذا كنت تريد معرفة المزيد حول ما يقرأه طلابك والأشياء التي واجهتها في تلك الكراءة وبروجيكت لت هي منظمة رائعة هنا في نشفل في مدارسنا التي توفر فرصا لنواد الكتب الشهرية مع قراءة الروايات الحالية حتى يتمكن الطلاب من قراءة الأدب الجديد الذي قد يتوصلون به بشكل مختلف عما قد يتوصلون به في القراءة المدرسية وهناك فرص كبيرة تتوفر لهم للانضمام لنواد الكتب وإذا لم يكن هناك فصل للمشاريع بمدرستك يمكنك الاطلاع على هذه الصفحة للبحث عن واحدة لتبدأ به يرجى زيارة هذه المواقع لمعرفة المزيد حول المصادر المتحة لمساعدتك في دعم طفلك كل موقع من هذه المواقع يقدم مواد تعليمية عظيمة لمساعدة أولياء الأمور على استكشاف القراءة والكتابة واللغة الإنجليزية ودعم الطلاب بالطبع قد يكون ديك المزيد من الأسئلة لذا سيكون خط دفاعك الأول هو الطالب والمدرسة أو المعلم ولكن يمكنك أيضاً الوصول إلى أي من المعلمين المذكورين في هذه الصفحة نحن جميعاً موجودين لمساعدتك وأنت تدعم طفلك شكراً لكونك المعلم الأول لطفلك في شراكتنا لمساعدته على الاستمتاع وتحقيق مستويات جديدة من القراءة بنجاح في المنزل استمتعوا بما تبقى من هذا اليوم وشكراً جزيلاً لإندمامكم إلينا شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر